صحيفة العرب اللندنية تقول صداقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعيش على وقت مستقطع كيف ذلك أبرزت الحرب الروسية الأوكرانية أن الولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط وخاصة الإمارات والسعودية إلى جانب مصر وصلوا لمنعطف لم تعد فيه مصالحهم متفافقة كما كانت في السابق ولا يقتصر الأمر فقط على السعودية والإمارات التي رفضتا زيادة إنتاج النفط لوضع حد لارتفاع الأسعار جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وإنما أيضا مصر وإسرائيل حيث اختارت القاهرة مسك العصى من المنتصف في حين تبدو أقرب إلى الروس أمت الأبيب فينتابها القلق بشأن إعادة واشنطن الاتفاق النووي مع إيران ورصد تقرير نشرته صحيف دورين بولوسي التذبذف في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط منذ الحرب الباردة وصولا إلى حرب أوكرانيا وحققت الولايات المتحدة نصرا دبلوماسيا كبيرا في الحرب الباردة لما كسبت مصر إلى جانبها قبل حوالي خمسين عام وكانت ذلك عندما بدأت القوتان المتصارعتان العظيمتان في جمع العملاء الإقليميين وانضم المصريون إلى ناد طم السعوديين والأردنيين والإسرائيليين ودول الخليج العربي الصغيرة التي كانت تبحث عن الحماية بعد أن تخلى البريطانيون عن مواقعهم شرق قناة السويس في عام 1971 ترجمة نانسي قنقر